في البرلمان الفرنسي، أودعت مذكرتان لسحب الثقة من الحكومة، الأولى من حزب مارين لوبين اليمني المتطرف، والثانية من تجمع المستقلين مدعوماً بنواب المعارضة اليسارية، خاصة فرنسا الأبية بقيادة جون لويك ميلانشون، وسط محاولات المعارضة بأطيافها، مغازلة نواب من حزب الجمهوريين الحليف لمكرون لجمع العدد اللازم من النواب لإسقاط الحكومة في جلسة الاثنين المقبل. مذكرة سحب الثقة التي تم تقديمها للبرلمان هي مدعومة من أحزاب عدة، وإذا تمكننا من حجد مزيد من الدعم لها، فقد ننجح في إسقاط الحكومة. علينا تصعيد في البرلمان بتوازي مع التصعيد في الشارع، وبرأيه علينا تعطيل كل شيء، وإلا فإنهم لن يبحثوا عن حلول. في الشارع خرجت تظاهرات حتى في المدن الصغيرة، وقطع المتظاهرون طرقاً عدة، كما أوقف آخرون حركة القطارات في محطة بردو، وخرجت مظاهرات طلابية في عدة مدن من بينها باريس وران، وسط دعوات بمواصلة التظاهر يومياً في ساحة الكونكورد في باريس. وزير الداخلية أمر قوات الأمن بالتأهب وحماية الممتلكات العامة، إضافة لحماية النواب الداعمين لحكومة مكروه والذين تلقوا تهديدات. علينا حماية النواب الفرنسيين الذين يتلقون تهديدات، وقد قطع ناشطون نقابيون الكهرباء عن منزل أحد النواب، هذا غير مقبول، وعلينا حماية النواب والممتلكات العامة. واستمرت الإضرابات في قطاعات عدة من بينها النقل والموانئ ومخازن الوقود، إضافة إلى إضراب عمال النظافة المستمر حتى الاثنين. أما رئيسة الحكومة ووزراؤها فقد تناوبوا على وسائل الإعلام للدفاع عن قرارهم باستخدام القوة الدستورية، مبررين ذلك بالحاجة الملحة للإصلاح لتغطية العجز في صندوق التقاعد. ساعات حاسمة أمام الحكومة الفرنسية قبل البت في طلب سحب الثقة منها والذي قدم هنا في البرلمان. فعدة نواب من حزب الجمهوريين انضموا إلى المطالبين بإسقاط الحكومة فيما توسعت حركة الإضرابات والمظاهرات ضدها. عز غريب اسكينوز عربية باريس ترجمة نانسي قنقر